الاجتماع اليوم اللي طرأسه السيد رئيس الحكومة بحضر كل قطاعات الوزارية المتداخلة في ورش الحماية الاجتماعية كان الغرض منه الوقوف على التنزيل الفعلي وعلى أرض الواقع لمختلف المناحي المرتبطة بهذا الاصلاح وبهذا الورش الاجتماعي الكبير اللي اعطى الانطلاق سيدنا الله ينصره منذ سنوات اللي اكيد اليوم هو انه لا التغطية الصحية الاجبارية ولا الجوانب الاخرى المرتبطة بالاصلاح انتعاد الحماية الاجتماعية في شكله العام تسير في الطريق الصحيح ووفق الاجندة المسطرة سلفا والتي كما كان متفقا ومسطرا من قبل فسنة 21 و22 خصصت لإدماج كل الاشخاص في نظام تغطية الصحية الاجبارية وهو ما تم بالفعل حيث انه تم إدماج كل الذين كانوا مسجلين بنظام الرمض سابقا في هذا النظام الجديد وسنة 23 ستكون مخصصة ان شاء الله لإصلاح الانظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد مرتبط بالدعم المخصص او اللي كيتجمع في لزالوكاسيون فاميليال وسنة السنوات المقبلة لسنة 24 لتجسيد هذا النظام وتعميمه وسنة 25 لإصلاح نظام فقدان الشغل شكرا